استضاف المجلس لعلى المرأة في مقره بالرفاع عدد من سفراء الدول العربية والاجنبية المعتمدين لدى مملكة البحرين في لقاء استعرض خلاله المجلس أهم ما حققته البحرين على صعيد تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات وقد نقلت سعادة الأستاذ هالي الأنصاري الأمين العام للمجلس لعلى المرأة تحياتي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله للسادة السفرة وتمنيات وحرص سموها على تكثيف مثل هذه اللقاءات لما فيه خير وتقدم المرأة العربية بشكل عام وأشارت الأنصاري لأن لدى البحرين اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول الشقيقة وصديقة والتي تيدف إلى تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة خاصة على صعيد المرأة وأكدت الأنصاري عمل المجلس لعلى المرأة الدأوبة على فتح مسارات أوسع للتعاون مع كل المنظمات والمؤسسات والجهات العربية ذات الصلة بقضايا المرأة كما أشارت إلى مبادرات البحرين وخصت بالذكر إطلاق جائزة الأميرة سبيكا بنت إبراهيم العالمية لتمكين المرأة من مقر الأمم المتحدة وهما جسد اعترافا عالميا بريادة النموذج البحريني في تمكين المرأة ودعم قضاياها ورفع مساهمتها في التنمية وأوضحت الأنصاري أنه في سابقة هي الأولى من نوعها على المستوى العربي ألقت البحرين كلمة المجموعة العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال لجنة وضع المرأة في نيويورك بالأمم المتحدة وذلك بهدف تنسيق الموقف العربي وتحديد أولويات المنطقة حول القضايا الخاصة بالمرأة كما تحدثت عن اختيار البحرين عاصمة للمرأة العربية لهذا العام ودعت الدول العربية من خلال السفراء إلى تعزيز مشاركتها في هذه المناسبة لإبراز نجاحات المرأة العربية والاستفادة من الخبرات المشتركة في تجاوز التحديات من جانبهم أعرب السفراء عن عجابهم وتقديرهم بالمكتسبات التي حققتها المرأة البحرينية في ظل قيادة جلالة الملك المفدى وتوجيهات صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وأكدوا استعدادهم لمزيد من التعاون بين المنظمات التي تمثل المرأة في دولهم والمجلس الأعلى للمرأة بما يحقق مصلحة المرأة العربية عامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر